بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب وهذه هي الحلقة الأولى في العام الهجري الجديد ألف وأربعمية واحد وأربعين ولذلك لا بد أن يكون للحديث طعم خاص نحن نعرف أيها الإخوة الأحبة أن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تكن في شهر المحرم في أول شهر من شهور العام الهجري العام القمري إنما كانت هجرته صلى الله عليه وسلم في أرجح الأقوال في الشهر الثالث وهو شهر ربيع الأول ربيع الأنوار شهر المولد النبوي شهر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكننا كلما جاء مطلع عام هجري جديد تذكرنا حدث الهجرة لأنه كما تعلمون هو مبعث التأريخ الإسلامي باختيار خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاء بدأ التأريخ لأحداث الإسلام بحدث الهجرة ولذلك نحن نقول هذا الحدث حصل في العام الأول للهجرة في الثالث للهجرة في العام الأول قبل الهجرة في العام الثاني قبل الهجرة فجعلت الهجرة منطلقاً للأحداث الإسلامية من هنا نحن نتذكر الهجرة مطلع كل عام هجري جديد أيها الأحباب اخترت في هذه الحلقة أن يكون حديثي إليكم عن الهجرة والأخلاق نعم نحن بحاجة إلى أن نقف وقفة طويلة مع الأخلاق الحقيقة لا تستوعب يعني أو لا يستوعبها حلقة من حلقات البث التلفزيوني أو غيره ولكن الحديث عن الأخلاق يجب أن يستوعبه يعني ساعات طويلة من حياتنا وجلسات كثيرة من جلساتنا ترى نحن يا إخوان في أزمة أخلاق إذا استمعت لطلابك في الجامعة تحس أن هناك أزمة أخلاق إذا استمعت للناس في الشارع تحس أن هناك أزمة أخلاق إذا رأيت أو سمعت في كل مكان تذهب إليه أو يأتي إليك فإنك تحس بأزمة أخلاق نعم يا إخوان نعم يا إخوان ما عادت الأخلاق هي منطلق حياة كثير من الأسر منطلق حياة كثير من المجتمعات صار هناك ثلمة ثلمة في أخلاقنا مع أن الأخلاق هي العقيدة الأخلاق هي المعاملات الأخلاق هي العبادات وشريعتنا شريعة الأخلاق والله أنا لما أستمع لكثير مما ممن حولي ولكثير مما حولي أتألم لأننا فعلا نمر في أزمة أخلاق الهجرة النبوية كحدث ترى تذكرنا بالأخلاق تذكيرا عجيبا تذكيرا عجيبا عمرك شفت إنه ممكن كون العربي العربي الذي يسجد للصنم أكثر أخلاقية من بعض من تسموا بأسماء المسلمين وعبدوا الله بصلاة أو صيام أو نسبوا أنفسهم لهذه الأمة ممكن أنا أقول لكم شيئا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأنا من هنا من هذا المدخل دائما بقول لطلابي بقول لهم الإسلام ليس ديناً انقلابياً اسمعوني اسمعوني الإسلام مو دين انقلاب تعرفوا أنتو الحركات الانقلابية لما بتيجي تعفي على النظام السابق بكل ما له وما عليه يعني اللي جاي بانقلاب على ظهر دبابة عاوز ينسي الناس العهد البائد بسمي العهد البائد بده ينسيهم إياه بعجره وبجره بخيره وشره ولذلك يعني ينهي مفعول العهد السابق بما له وما عليه الإسلام مو هيك الإسلام لم يكن هكذا على الإطلاق بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم حرص على إبقاء الفضائل الموجودة في أمة العرب لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني العرب كانوا على خلق كان عندهم نجدة المظلوم كان عندهم يعني الإكرام الضيف كان عندهم الحقيقة الشجاعة المروءة لما عنترى بذكركم دائما بهذا الموقف عنترى اللي بيسجد للصنم قال وأغض طرفية إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها أيوة يعني عنترى نفسه ما كان يخفر ذم الجاره بينما إذا عاتنا العربية وتلفزيوناتنا العربية فيها عشرات الأغاني التي تتشبب بزوجة الجار وبنت الجار تخيل تخيل وين جاهلية القرن العشرين الله يرحمك يا محمد قطب جاهلية القرن العشرين كتابه المعروف الرائع وبعدين جاهلية القرن الحادي والعشرين ترى محمد قطب رحمة الله عليه ما عاشها وهي أسوأ من جاهلية القرن العشرين شو لكم بالطويلة يا أخوان الحقيقة إنه الهجرة تذكرنا بأخلاق العرب اللي حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبقائها وعلى ديمومتها وجعل منها العرف الحسن العرف الصالح الذي يوافق الإسلام في مراميه تعرفوا لما طوّق الرجال الأشداء من قبائل مكة طوّقوا بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة عشان ينفذوا ما أشار به عليهم الشيطان إنه هاتوا من كل قبيلة أشدها شباباً وعنفواناً ولما يطلع محمد عليه الصلاة والسلام من بيته ينقضون عليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل هذا كان المخطط طيب مكث هؤلاء الشباب وحولهم أبو جهل وحولهم كبار مشركي مكة لكن محمداً لم يخرج ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وحمل حفنة من الرمل وضربها في وجوههم وقال شاهت الوجوه فأصابت حفنة الرمل عيون الواقفين جميعاً وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه فلما يعني استطولوا خرجته قال لك محمد ما خرج اكترح عليه على أبي جهل بعض الشباب الواقفين قالوا لماذا لا نتسور عليه لما نطلع نقتحم البيت من السور ونفاجئ محمد ونقبض عليه شوف أبو جهل اللي سمى النبي أبو جهل كان لقبه أبو الحكم أبو الحكم وسمى النبي أبو جهل وسمى فرعون هذه الأمة لشدة كفره ولأثره على الإسلام والمسلمين سوء أثره على الإسلام والمسلمين ومع ذلك خلق العربي أبى عليه أن يقتحم على النساء البيت وقال أتريدون أن تقول العرب إني هتكت سترة بنات عمي وفي رواية حتى لا تقول العرب إننا فزعنا بنات محمد سامع سامع هذه أخلاق أبو جهل عشية الهجرة والله إن أبو جهل في جاهليته وفي فرعونيته لم يبلغ ظلمة ولا جرمة ولا جريمة كثير من الأنظمة الإسلامية التي تروع الأطفال التي تيتم هؤلاء الأطفال تؤيم النساء يعني بالله عليكم ونحن نعيش في ذكرى الهجرة لما منتحدث عن التأريخ بالهجرة عندما نقارن مواقف العرب والمسلمين اليوم اللي هتكوا ستر دولة كاملة أقضوا مضجعها أمطروها بالصواريخ وبالموت وبالدمار ولم يفرقوا بين طفل ولا كبير ولا صغير ولا امرأة ولا رجل وحولوا حياة الناس إلى جحيم وهم عرب مسلمون يشهدون لله بالوحدانية أمام شاشات التلفزيون وفي الأعياد بيحضروا خطبة العيد وصلاة العيد وبيقبلوا التهاني بأعياد المسلمين ويقتلون المسلمين ظلما وعدوانا أيهما أكثر أخلاقية في الصراع أعراب اليوم ولا أبو جهل زعيم العرب المشركين في ذلك الزمان أبو جهل لم يقبل أن يتسور على بنات محمد ولا أن يفزع بنات محمد وأباء الجهل في هذا العصر حولوا نهار الناس إلى ليل وليل الناس إلى كابوس وقتلوا كل شيء قتلوا المروء قتلوا الكرم قتلوا الرجولة قتلوا الفضيلة في مهبها نعم هذه أخلاقيات الهجرة نتعلمها من مشرك نتعلمها من فرعون هذه الأمة أنه لا يريد أن يخفر ذمة النساء النساء يعني هو عدو ولكنه يعربي في عداوته يعني عنده من الشهامة ما يمنعه أن يخفر ذمة النساء وهذه الشهامة اليوم مفقودة إذا ولدت أصلا إذا ولدت في نفوس أعراب هذا الزمان أنا والله لما بتذكر عبد الله بن أريقط وهذا موقف آخر لمشرك وعبد الله بن أريقط هذا الدليل اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صاحبهما إلى المدينة المنورة إلى يثرب وطبعا الطريق من مكة إلى المدينة معروفة ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا خريتا كما سمي في السيرة خريتا أي خبيرا شديد الخبرة خبيرا يعني عارفا خبيرا عارفا صاحب عبد الله بن أريقط وهو مشرك وهذا المشرك أيضا لم يخفر ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغدر النبي صلى الله عليه وسلم ووفى للنبي عهده فأوصله إلى المدينة المنورة وصاحبه سالمين غانمين معافيين أرأيت أرأيت إلى ذلك الزمان وما يحمل من أخلاق حتى في داخل أعطاف المشركين الذين لم ينسوا أنهم كانوا عربا وأن أولئك العرب كانوا على خلق كانوا كانوا على خلق وأنا بقول كانوا والله أتحسر وأحس بمرارة كانوا تسري في حلقي أيها الأحبة حدث الهجرة كله حدث أخلاقي بني على الأخلاق عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول با يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف أخلاق أخلاق بعد لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يثرب ولم يسمه المدينة المنورة ولم يذهب إليها ولكنه أراد أن يبني علاقته بالمدنيين بأهل يثرب على الخلق أراد أن يؤسس دولته على الخلق أرأيت هو مش عاوز يروح على شلة لصوص هو مش عاوز يلوذ بزناه هو يعلم أنه لا نصرة له أو إلا في المجتمعات النظيفة في المجتمعات النظيفة سلم لي على المجتمعات النظيفة لمفهاش مفهاش غدر مفهاش خيانة زوجية مفهاش زنة محارم مفهاش جرائم هتك عرض أنا بتكلم قاعد عن وضعنا المعاصر وإذا أنت مش مصدقني روح زر لك أي سجن تختاره بنفسك تختاره بنفسك لترى المجتمعات التي نعيش فيها أنا لا أريد أن أقولها لك الناس أنا أريد أن أوصف لا تقولوا قاعد بشتمنا وبشتم المجتمع الأردني ولا السوري ولا السعودي ولا اليمني والله العظيم أنا بوصف حتى أشوف ديروا بالكم الاعتراف بالغلط هو الكفيل بمعالجة هذا الغلط طيب أكون يشير لي بضرورة الخروج في فاصل فاصل قصير ثم نعود فنستكمل فكرتنا فلا تذهبوا بعيدا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب وما زلنا في الحديث عن الهجرة والأخلاق وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق لنفسه وأن يأخذ عهدا من أهل يثرب أن يمنعوه أن يستقبلوه في جو طاهر ليس فيه زنا ولا سرقة ولا هتك عرض ولا خفر ذمة يريد صلى الله عليه وسلم أن يبني مجتمع الفضيلة قبل أن يصل إليه يريد أن يستوثق للأخلاق قبل أن يبني الدولة لأن الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على الأخلاق بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة ابن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال صلى الله عليه وسلم إسمع إسمع فإن وفيتم فلكم الجنة يضع النقاط على الحروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا إن ارتكبتم من هذه الآثام شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له أي كفارة لما فعلتم الحد وإن سترتم عليه يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر يضع اللبنات يعني ممكن واحد يقول طيب كان عليه الصلاة والسلام يجاملهم المهم يخد له يخد له ظهر أمني وناس تحمي وبعدين بربيهم لا لا إن هذا لا يصلح لا بد أن يستوثق لمجتمع الطهارة لأنه لا يريد أي أرض لو كان يريد أي أرض لبقي في مكة وهي مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم وأرض آبائه وأجداده لماذا لم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي أصلح أهل مكة أخليني في بلدي لا لا حتى يتغير الجو حتى تتغير التربة ولذلك أراد أن يبدأها من اللحظة الأولى على الخلق الكريم على نبذ كل الأخلاق الذميمة التي لا تصلح لبناء دولة ولا لحياة دعوة ولا لإنبات فكرة الدولة والدعوة والفكرة تحتاج إلى تربة نقية طاهرة أخلاقية نظيفة انظر في بيعة العقبة الثانية قال خرج ثلاثة وسبعون رجلاً أنا أريد أن أثبت لك كيف قامت الهجرة على أسس أخلاقية ثلاثة وسبعين رجل وامرأتان من الأنصار في موسم الحج خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لما قالوا يا رسول الله نبايعك نبايعك عرضوا أن يبايعوه خلاص يعني تأسيساً على بيعة العقبة الأولى نبايعك فقال لهم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل شوف أخلاقية الطاعة تقوم على عدم الانتقائية عدم الانتقائية مش أنت نشيط ومستهج ومبسوط بتطيعني لما بتكون كسلان وما إلك نفس الطيعني ما بتطيعني لا على النشاط والكسل هذه أخلاقية والنفقة في العسر واليسر مش أنت مزنجل بتنفق ولما تضيق عليك الدنيا بتمسك لا لو معك كرش بتقسمه نصين وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شوف شوف تفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافوا لو متلائم لا تخافوا في الله لو متلائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة قمة الوضوح في طهارة الأخلاق ونبل الهدف ونظافة الطريق شوف يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام وضع أمامهم الطريق وضح لهم الطريق ترى هذا الطريق ليس مرشوشا بالورود ولا بالرياحين بدك تدفع وأنت مزنجل وأنت فقير بدك تطيع وأنت مرتاح وأنت تعبان بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لأنه إحنا طريقنا طويل في هذا المجال المعروف نريد أن نثبته والمنكر نريد أن نلغيه ومش عاوزين خاف شوف بأبي أنت وأمي سيدي يا رسول الله هذه القضية قضية الأخلاقية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مونزها مونزها أنت ستقابل ظروفا سيئة ظروفا صعبة في ناس روسها يعني أقسى من الصخر في ناس أمزجتها أكثر عكورة من المياه الآسنة نعم ولذلك هذا بدك توقف أمامه وبدك تؤمره وتنهى ولو حاربك ولو قاتلك ولو قتلك لا تخاف في الله لوم تلائم صلى الله عليك سيدي يا رسول الله كأنها قراءة للمجتمعات الجاهلية في كل زمان ومكان جاهلية الفكر ترى الجاهلية معصر الجاهلية مو فترة زمنية الجاهلية فكر الجاهلية فكر ولذلك فكر الجاهلية يجب أن يقاوم في كل ظرف وفي كل زمان عشان هيك اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاوم هؤلاء القادمون ليبايعوه أن يقاوموا الجاهلية بفكرها كله وأن لا يخافوا لوم تلائم وإنت بتؤمر وتنهى يجب أن تضع في حسبانك أن هذه المهمة ليست سهلة وأنك تنغص على أصحاب الأهواء أهواءهم وأجواءهم وأنهم لا يريدونك أن تأمرهم وتنهاهم ترى الظالم والفاسد أقسى شيء على نفسه وأسوأ شيء عنده إنك توقف بطريقه ليه لأنه فساده يعني يطلق له العنان في كل شيء هو بيحسب نفسه ملك الدنيا بيحسب نفسه مالك الدنيا فإذا بتوقف بطريقه وبتحط له رجل يعني تشوش عليه ومن هنا إذا شوشت عليه بده يأذيك وبده كمان يوقف في طريقك وبده ما يعطيك خريتك في الأمر وفي النهي هنا يثبت الصدق هنا يثبت الصدق والله أنا بأمر بنها ما دام الأمور تمام وما دام أنا إلي حظ وإلي كلم في الناس لا موهون تختبر يعني القضية ولا صدق الرجال يختبر هنا صدق الرجال يختبر حينما يكون الأمر والنهي مكلفين مكلفين حقيقة لأنه أنت لما بيكون في على الطريق لوم لائم معناته بيكون هناك عراقيل بيكون هناك سجون بيكون هناك قتل بيكون هناك تعذيب بيكون هناك قض للمطجع بيكون هناك تفريق بين الزوج وزوجته بيكون هناك زوار ليل أنتوا عارفين زوار الليل لأنه اللي بده يؤمر بالمعروف وبده ينها عن المنكر لازم يتوقع أنه ينسجن لازم يتوقع أنه يقتل يغتال لازم يتوقع أنه ينفى من بلده لازم يتوقع أنه يخرج من وظيفته هذا كله كأنك عايش في زماننا كأنك عايش في زماننا أصحاب الباطل لا يحبون أن يسمعوا صوت الحق ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينتقل إلى المدينة المنورة كان كأنما يرى الواقع على ما هو عليه قالهم أنا ما ببايعكم عشان إحنا نروح سفرة جيرني ولا نزهى على الغردقة ولا على تركيا لا 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 إحنا رايحين في رحلة جهاد حتى نلقى الله ولذلك بدنا نؤمر وبدنا ننهى وبدنا فعلا نحاول أن ننغلص على أهل الباطل باطلهم وأن لا ندعهم يستريحون أن لا ندعهم يستريحون في هذه المعمعة التي يأخذون إليها شوف هذه أخلاقية والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك قيد أنملة حتى يستوثق من أن أهل المدينة المنورة أهل يثرب الأمس أهلا أنهم أهل لهذه البيعة ولما صدقوا معه ولما عزموا وعقدوا العزم على ذلك أعطى صلى الله عليه وسلم الأمر ببدء الهجرة إلى المدينة المنورة يا أخوان هذه مقدمات الهجرة لكن حتى أثناء الهجرة ترى عملية الهجرة عملية أخلاقية بسرعة أخذكم على المشهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار والله موقف أخلاق عجيب يعني قالوا المرافق موافق بس هو موافق بس هو يبذل روحه في سبيل موافقه هذا أبو بكر أول ما يفوت على غار ثور بسد المنافذ خشية أن يدخل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحيات والعقارب والهوام بسد بيأخذ يعني الإجماش اللي معه الشرائط اللي معه بسد بقيت ثغرة لم يجد شيئا يسدها به فوضع رجله رجله حتى لا يدخل إلى النبي ما يؤذيه فلدل الله أعلم لده أفعى عقرب فمن حر القرصة بكى أبو بكر فنزل دمعه على النبي صلى الله عليه وسلم فأوقض النبي من غفوة ما بك يا أبو بكر يستجل الحقيقة وإذا أبو بكر ملدوغ كل هذه أخلاقية الصحبة مدام أنا صاحبك وأنا مش بس صاحبك أنا تابعك أنا أول من آمن بك على وجه الأرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طبعا ربما هو أول من آمن به من الرجال بعد السيدة خديجة للأمانة التاريخية طيب إذا أبو بكر بأخلاقيته يأبى أن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم فيلدغ دونه والمشهد اللي بتذكر السيرة يمشي عن يمينه يمشي عن يساره من أمامه من خلفه هذا مشهد أخلاقي آخر يا رسول الله أتصور الرصد من أمامك فأسير من أمامك أتصور الرصد من خلفك فأسير من خلفك أنا نفر أنا جندي وأنت القائد أنا إذا متت معلش بس إذا أنت متت بتموت الأمة من وراك يا رسول الله ولذلك يفدي رسول الله بذاته بنفسه بجسده صلى الله عليه وسلم والله هذه أخلاقية رفعة أخلاقية عالية أن تفدي الحق بجسدك طيب وسراق ابن مالك شو رايكم نتذكر بثواني سراقا لي ذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في نياق أبي جهل اللي دفعها لمن يقبض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا بنظر إلى النبي عليه وسلم فتغوص أقدام راحلته في الرمل أول مرة أتاني مرة أتالت مرة طيب بلكم لو كنتوا أنتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام وزلمي غاصت أقدامه في الرمل خلاص تعثر كان بإمكانه يرسل أبو بكر ويجي مع أبو بكر ويقبض على سراقة وربما يقتله لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه وعد سراقة بسواري كسرها لم يسجل التاريخ أن النبي شتم سراقة أو حتى دعا على سراقة بالهلاك والويل والثبور لكنه دعا الله أن يسلمه منه ثم وعده بسواري كسرى الذين لبسهما في عهد عمر تحقيقا لوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الأحباب الحقيقة أنه في آخر لحظة من لحظات هذه الحلقة والكلام طويل لا بد أن نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أسس لنا المسجد في قباء ثم في المدينة المنورة ليكون منبعثا حقيقيا للأخلاق ولذلك أنا في آخر لحظات البرنامج موجه ندائي لوزراء الداخلية ولكل أطقم الحكومات العربية والإسلامية إذا كنتم تريدون الأمان فعليكم بالمساجد رب الناس في ظلالها بدل أن تخشوا من عمارها إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة نستكمل فيها حديثنا حول بداية العام الهجري الجديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته